السلام عليكم تابعي دراما سبورت اليوم بدنا نحكي عن التشكيل المتوقعة لمباراة منتخبنا قدام منتخب ايران هاي المباراة رح تكون بكرة ان شاء الله يوم الخميس الساعة 7 المساء بتوقيت سوريا وبخصوص بث المباراة في الاتحاد الاسيوي اعلن عبر صفحته على الفيسبوك الصفحة الرسمية بين مباراة منتخبنا قدام منتخب ايران رح تكون على الحساب الرسمي لقناة الاتحاد الاسيوي على اليوتيوب ورح تكون بشكل مجاني للمتواجدين بسوريا نرجع للتشكيل المتوقعة دائما لازم كمان نذكر بموضوع بان هاي مجرد تشكيلات متوقعة تخمين لا اكتر ولا اقل وليس تدخل بعمل المدرب بالنهاية المدرب هو اللي بيعرف اكتر من المتابع ومن الجمهور من اللاعب اللي ممكن يلعب بشكل اساسي من اللاعب الجاهز فنحن دائما يعني مع المدرب بخياراته ما منتدخل بخياراته لكن عم نحكي عن التوقعات لا اكتر ولا اقل وبهذا الفيديو رح احكي عن التشكيل المتوقعة للكبتن نزار محروس وكمان رح اتوقع او رح اتمنى التشكيل اللي ممكن يلعب فيها المنتخب يلا على التفاصيل حاليا يا غالي انت عم بتتابع قناة دراما سبورت اذا ما عم تجيك الاشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم ابدا بس اذا حطيتو اكيد ما رح نزال فيما يخص التشكيل المتوقعة بصراحة يا شباب يعني انا عم خمن او بتوقع انه الكبتن نزار محروس يلعب بطريقة الثلاثة خمسة اتنين اي رح يلعب بثلاث قلوب دفاع وهذا الشي ممكن يصير وممكن ما يصير لكن شفنا الشوط التاني من مباراة منتخبنا قدام منتخب الجزائر للمحليين كان فيه ثلاث قلوب دفاع بمباراة منتخبنا مع منتخب سوريا الاولمبي كمان شفنا فيه ثلاث قلوب دفاع فبالتالي ممكن ممكن الكبتن نزار محروس يلعب بطريقة الثلاثة خمسة اتنين طريقة نوعا ما فيها الدفاع وفيها اغلاق للمساحات بطبيعة الحال اذا حكينا عن حراسة المرمى فاكيد اذا كان ابراهيم عالمي جاهز اكيد رح يكون متواجد مع المنتخب بشكل اساسي بحراسة المرمى لذلك ما في خلاف على موضوع حراسة المرمى بالمنتخب السوري باخر السنوات ونحكي عن قلوب الدفاع هون اللي ممكن يصير فيه خلاف خصوصا مع غياب عمر ميداني وغياب احمد الصالح احمد الصالح للاصابة وعمر ميداني كمان للاصابة بالتدريبات الاخيرة بايران فبالتالي نحن عم بنعاني من غياب لاعبي قلب الدفاع اللي كانوا عم يلعبوا بالتصفيات الماضية وهذا الشي رح يؤدي لتواجد لاعيبة ممكن اصحاب خبرة اقل من اللاعب المصابين وبصراحة لهالسبب كمان حاسس بان الكابتن نيزار محروس ممكن يكون متحفظ نوعا ما ويلعبي بخماسي يعني ثلاث قلوب دفاع وظهير يمين وظهير يسار هي طريقة 352 فيك تحكي عنها بانه كمان هجومية لان نادي تشيلسي بيلعبي طريقة 352 لكن بالحالة الدفاعية بتصير دفاعية واغلاق مساحات وهذا الشي اللي ممكن يكون مطلوب بمباراة ايران علما الطرق غير مهمة بقدر ما تنفيذ الطريقة بالشكل الجيد على العموم يا شباب بظن بقلوب الدفاع رح يتواجد سعد احمد انس بالحوس وثائر كروما يعني هيك حاسس بان الكابتن نيزار محروس ممكن يبدأ بهالتلاث لعيبة بقلوب الدفاع او اذا ما اختار طريقة 352 فاكيد لاعبين من هاللعيبة رح يتواجدوا بالتشكيل الاساسية بيهالمنتخب السوري لكن حاسس بان هالثلاثي ممكن يلعب بالبداية اصلا ما تم استدعاء ثائر كروما وبعد ما شاف الكابتن نيزار محروس مستويات البقية حاسس بان تراجع عن القرار وشاف بان ثائر كروما لاعب مهم جدا وتم استدعاء مرة اخرى للمنتخب والتحق بالمنتخب بايران فبالتالي القلوب الدفاع بالنسبة لتشكيلة الكابتن نيزار محروس حاسس بانه رح يكون بهالثلاثي اللي لعب المباراة الاخيرة بالشوط التاني قدام منتخب الجزائر للمحليين سعد احمد انسبة الحوس وثائر كروما بخصوص ظهير اليسار الكابتن نيزار محروس بيحب لعبة الخبرة فبالتالي كمان يعني بالنسبة لمؤيد العجان انا بظن انه رح يلعب بشكل اساسي ظهير اليمين هون الخلاف والتوقعات هل يا ترى رح يبدأ بيعبد الرحمن ويس اللاعب اللي ما لعب لسه ولا مباراة ودية مع المنتخب ولا مباراة رسمية او رح يبدأ بمؤيد الخولي او عمر جنيات هاللعب المتوفرين كظهير يمين بعد اصابة حسين جويد وعدم استدعاء يوسف الحمي فبالتالي عم بنشوف في بظهير اليمين في احتمالات يعني في احتمالات لكن انا حاسس كشخص بان رح يلعب عمر جنيات بهاي المباراة كظهير يمين كون الكابتن نيزار محروس متل ما حكينا بيحب لعيبة الخبرة نوعا ما وبيعطيهن الاولوية لكون انه بيعرف اللاعب عن قرب وممكن اللاعب بيشتغل متل ما بده اكتر انا شايفه اقرب من عبد الرحمن ويس عمر جنيات بالتشكيل المتوقع للكابتن نيزار محروس منروح لخط الوسط بظن يعني خط الوسط بالمنتخب في لعيبة جيدين لكن الشكل الواضح جدا بان ممكن يلعب بكامل حميشة كلاعب خط وسط ارتكاز ومع كامل حميشة رح يلعب بزاهر ميداني ومحمد عثمان ممكن مكان كامل حميشة يلعب تامر الحاج محمد لكن احساسي هيك بيقول بان التشكيلة المتوقعة او التشكيلة اللي رح يلعب فيها الكابتن نيزار محروس هي اقرب لكامل حميشة زاهر ميداني ومحمد عثمان هيك بتوقع بصراحة بخصوص خطها الهجوم فباقي لاعبين فقط لا غير فبظن يعني محمود المواس وعمري خريبين مراكز سابتة مراكز غير قابلة للجدال لذلك المراكز اللي ممكن نحكي عنا بانه ممكن نجادل فيها او ممكن نلاقي فيها اسماء مختلفة عن المتوقع هو مركز قلب الدفاع مركز ظهير اليمين احد مراكز خط وسط الارتكاز فقط لا غير ظهير اليسار المهاجمين وحراسة المرمى هال لعيبين مؤكدين بصراحة على كل حال يا شباب بظن هاي هي التشكيل المتوقعة اللي ممكن يلعب فيها الكابتن نيزار محروس قدام المنتخب الايراني فيها نوع من التحفظ الدفاعي فيها نوع من عدم وجود اللاعب اللي ممكن يخلق الحالة الهجومية ممكن تكون بالشوط الاول يلعب فيها بهاي التشكيلة وبعدها بالشوط التاني على حسب النتيجة وعلى حسب مجريات المباراة يغير فيها يشتغل فيها اكتر يبدل لاعب معين يفوت لعب اخر فبالتالي يا شباب انا هيك شايف انه ماشي الامور بالنسبة لتشكيلة المنتخب يا شباب رح احكي عن التشكيل اللي انا بتمناها شخصيا يعني وخوت كلامي وكبوا بالبحر يعني لا تاخدوا بعين الاعتبار لكن هاي التشكيل اللي انا بتمناها ممكن انت تشوفها تشكيلة هجومية لكن هي ما انها تشكيلة هجومية بقدر ما هي تشكيلة فيها نوع من التوازن الدفاعي والتوازن الهجومي انك تلعب من بداية المباراة بتشكيلة دفاعية فيها نوع من الطابع الدفاعي كلي رح يتعرض المنتخب لضغط هائل وهذا الضغط اكيد رح يولد اهداف لذلك انا ضد فكرة انه نلعب بتلات قلوب دفاع وانتو بتعرفوا رأيي بهذا الموضوع من تلات قلوب دفاع مع اه لاعبين اه اصهرة انا بشوف اه انه منتخبنا لسه ما عنده اللاعب المؤهلين ليلعبوا بطريقة التلاتة خمسة اتنين الدور السوري ما بينلعب بطريقة التلاتة خمسة اتنين فبالتالي لما لعب فيها الكابتن نبيل معلول كنت شايف انه الطريقة فيها نوع من الخوف خصوصا انك اه مع منتخب الصين او بقية المنتخبات رح تتعرض لضغط ماانك بحاجة لهذا الضغط بس بشكل عام حسيت بانه الكابتن نيزار محروس ممكن يلعب بطريقة التلاتة خمسة اتنين وان شاء الله تنجح معه هلا شخصيا انا شايف بانه طريقة الاربعة اتنين تلاتة واحد هي الانسب للمنتخب هي اللي اللاعبه عم بيلعبوها بالدوري الاربعة اتنين تلاتة واحد الاربعة اربعة اتنين الاربعة تلاتة تلاتة بتلاقي فيه بالدوري بعض الاندي عم بيلعبوها لذلك اغلب اللاعبين السوريين معتادين على هاي الطريقة حراسة المرمى بطبيعة الحال رح اختار ابراهيم عالمي اي لا خلاف على موضوع حراسة المرمى منروح لقلب الدفاع قلوب الدفاع فهون يعني فيه خلاف كبير انا بصراحة احترت ورح اعطيك اسم بقلب الدفاع ممكن تتفاجأ فيه لكن هذا الاسم اللي انا بتوقع انه لازم يلعب بشكل اساسي زاهر ميداني بقلب الدفاع زاهر ميداني لعبان بهذا المركز مع الكابتن ايمال حكيم لعبان بهذا المركز سابقا بالدوري العراقي مع الزوراء ومع القوة الجوية بدنا لاعب من الصحب يعمل خطأ بدنا لاعب بقلب الدفاع يشتغل على موضوع الاستلام والتسليم لاعب يكون هادي عنده الهدوء الهدوء بالملعب زاهر ميداني لعبان بهذا الخط فانا الشي اللي بتمنى انه يلعب زاهر ميداني كقلب دفاع ومع زاهر ميداني يلعب سعد احمد او ثائر كرومة ظهير اليسار بنختار مؤيد العجان لا خلاف على موضوع مؤيد العجان وظهير اليمين بصراحة بختار عبد الرحمن ويس يعني لاعب نعم ما لعب ولا مباراة ودية ولا مباراة رسمية مع المنتخب لكن هيك لعيبة ممكن يعني يلعبوا لان هو لاعب وحيد مغترب جايبينه يعني لاعب وحيد ممكن ما يكون منسجم او مولعبان مباريات البقية انت عم تلعب مع لعيبة سبق ولعبوا مع المنتخب فبالتالي اذا كان لعب واحد فقط يعني لسه ما ما فات بالانسجام فممكن يفوت اثناء المباراة اذا ما لعب عبد الرحمن ويس فاكيد عمر جنيات مؤيد الخولي ما كان هاللاعب لكن بظن انه عبد الرحمن ويس بالنسبة الي شخصيا انا بتمنى انه يلعب بشكل اساسي بخط وسط الارتكاز بصراحة اما بظن انه منحتاج لا اكتر من لاعبين يعني بالتشكيلة المتوقعة للكابتن نيزار محروس حكيت عن ثلاث لاعبين زاهر ميداني كامل احميشة ومحمد عثمان لكن بالتشكيلة الي انا حابب انه تصير به مع المنتخب لاعبين محمد عثمان وتامر الحاج محمد تامر الحاج محمد لعب خبرة مع المنتخب وكمان محمد عثمان يعني من 2019 عم بيلعب مع المنتخب فاكيد يعني سنتين مع المنتخب عنده الخبرة الكافية وعنده الامكانيات الكافية ليلعب بشكل اساسي ولا يؤدي بهذا المركز مركز خط وسط الارتكاز وبالتالي نحنا ما عم نحكي عن خطة هجومية اذا كان في لاعبين فقط بالارتكاز والمحور ليش ما عم نحكي عن خطة هجومية لان الاجنحة اللي رح نختارها بهاي التشكيلة يعني محمود المواس وفهد اليوسف فهد اليوسف لعب عنده امكانيات هجومية ممتازة وكمان امكانيات دفاعية بيرجع للخلف بشكل سريع بيأدي المهام الدفاعية بشكل جيد ونفس الشي محمود المواس فبالتالي نحنا عدنا اللعيب اللي عندهم الامكانيات بالعودة للخلف اغلاق المساحة وهذا الامر مهم جدا وكمان بنحتاج للاعب صانع العاب يشتغل مع عمر خريبين يعني اذا حطينا عمر خريبين مهاجم رقم تسعة فلازم يكون في صانع العاب وصناعة اللعب بصراحة أنا محتار يعني بين وسامة اومري واياز عثمان لاني ماني متواجد بالمنتخب فما بعرف مين اللاعب الاجهز بدنيا اللاعب اللي ممكن يأدي تسعين دقيقة وسامة اومري لاعب خبرة اياز عثمان عم بنشوفه متألق بالفترات الماضية لكن بشكل عام رح اختار اسامة اومري عطفا على التفاهم بينه وبين فهد اليوسف ومحمود المواس وعمر خريبين اياز عثمان اذا كان بدنيا اجهز من اسامة اومري فلازم يلعب اياز اذا كان جاهز اسامة اومري فلازم يلعب اسامة اومري لكن بشكل عام هاي هي تشكيلة اللي انا بتمنها ممكن في خيارات اخرى ممكن في لعيبة اخرين على العموم يا شباب بتمنى كل شخص كمان يكتب التشكيلة اللي شايفها مناسبة للمنتخب مجرد آراء شخصية لا اكتر ولا اقل وبالنهاية رح نحترم اي تشكيلة بيلعب فيها الكابتن نيزار محروس اذا ادد بشكل جيد رسالتي الاخيرة لللاعبين مجرد كلام بسيط جدا ما بيحتاج حتى للدعم ولا بيحتاج لموضوع الشعارات الرنانة وانه هذا المنتخب ومباراة مصيرية لا اللعب بشكل مرتاح من دون اي ضغوطات مباراة افتتاحية بعد هاي المباراة في عندك تسع مبارايات اخرى فبالتالي اللعب بهدوء اللعب بتركيزه هدوء فقط لا غير قدام المنتخب الايراني ما بتحتاج يعني ما في لاعب انا بظن انه عم بنعرضه لأي ضغوطات او عم نحكي بشكل قاسي او بشكل مبالغ فيه لهذا السبب يعني اللاعب بذات نفسه لازم يلعب بكل اريحية انت نعم عم بتواجه منتخب قوي لكن لعب بكل اريحية وخصوصا ملعب ازادي ما فيه جمهور يعني ما رح يكون فيه ضغط جماهيري فقط ضغط من اللاعبين المتواجدين قدامك ولاعبة منتخب ايران اقوية لكن انت كمان قوي ممكن تلعب بهدوء بشوي التركيز وان شاء الله تكون نتيجة ايجابية ونحن متفائلين بهذا الشي بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة